السلام عليكم حبيباتي ومميماتي الغليات اللي منوري لي القناة كديري اللي بس عليكم اتمنىكم تكونوا بخير امركم كل علاقين ان شاء الله دائما ناشطة ينفرحان ينساعدة اتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال اميماتي وصحاباتي واخواتاتي واحترموا اشتركين جداد مرحبا والف مرحبا بكم اتمنى هاد القناة المتواضعة والبسيطة تعجبكم وتكونوا كتستفدوا منها ولو غير شوية كنشكركم بزا في بداية كل فيديو على تعليقاتكم على دعواتكم له لا يخطيكم وكيف كنقول لكم دائما الشكر قليل في حقكم له لا يخطيكم علي والله يجعل هادوك الدعوات وهادوك التعليق طيبة بحالكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله شكرا لكم كاملين على الوقت ديالكم وكيف كنقول لكم دائما كنتمنى لكم اي حاجة زوينة في هاد دنيا له لا يحرق فيكم شي عظم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله هانتشارك معاكم غضيبة ديال نهاية الاسبوع لتجمع لي هانتم مولداتكم كيتجي رائعة بثاف هانتشارك معاكم قطيبات او لبروشيت ديال الجاج واحد الماداق لي كيجي خطير وكيجي وفتيين رائعين فعلا كيستحقوا تجريبة وغانتشارك معاكم الفلافي اللي كيجي خطيرين الي جربتوهم مغتبقى وش تستغنوا عليهم وكذلك صوص ديال التومية لي كيتجي رائعة بحل ديال المطاعم وكيتجي عاقضى وبالنسبة لي انا حسن من المايونيز يعني وليت كان استغنى على المايونيز والتي هي المعتمدة عندي كنتمني ان شاء الله الوصفات اللي غنحضر معاكم اليومه اعجبوكم وتجربوهم بطبيعة الحال وتقولوا لي الاقتراحات ديال الفيديوهات اللي يعجبوكم وطبيعة الحال الي اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم لي كيحفزوني وكيشجعوني وكنعرف ان الفيديو يعجبكم طبيعة الحال الي جت على خطركم وشفتوني انني نستحق كترو لي من لايكات نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة باسم الله على بركة الله سوف نبدأ بالشرمولاء ديال الدجاج باش هكا نخليوه يتشرب على خاطروا باش كيجينا الدجاج فتي وكيجينا رائع الى جربتوها ما غتبقى وش تستغنوا عليها غادي نحتاجوا طريفة ديال الدجاج اللي مقطعين على شكل بروشيت او لا على شكل قطبان بالنسبة للدجاج بطبيعة الحال مغسول بالحامض وسكينجبير والملحة باش مكتبقاش فيه راحت السفراء انا كان عندي في الموجة الميت جيبته وعندي هنا واحد البصيلة اللي كتكون صغيرة اللي حكيتها في الحكاكة الغليضة كتحكوها في الحكاكة الغليضة ما كتشلضوهاش باش هكا كتلصق في الدجاج وكتفتيه وعندي هنا شوية ديال قزبرو المعدنوس اللي تكون مقرد رقيق وده بغا نوريكم التوابل اللي غادي نديرو لها الدجاج غادي نديرو تقريبا مع القاكبيرة ديال الكاري لانا عندي صدر ديال الدجاج كامل وكتبقى الكمية على حسب الرغبة البهارات الهندية او للتوابل الكاري اللي كيعطيه واحد المدق خطير في القطبان ديال الدجاج ممكن نديرو غا لعطرية ديال الدجاج ولكن لك الكاري كان احسن كنضيف شوية ديال ابزار غا شوية على حسب الدراري يعني مسك الدروج او لعي حسب الدوق ديالكم كندير نص مع القاة صغيرة ديال سكنجبير او للزنجابيل وكندير نص مع القاة صغيرة ديال البودرة ديال التومة او لفص ديال التومة بحكوك اللي توفر ليكم وغادي نزيد مع القاة صغيرة ديال المطارد او للخردل اللي كيعطينا مدق رائع الدجاج وكيخلي الدجاج كيتشرب التوابل يعني في مدة قليلة انا دائما كنديرو لاناو كيعطي واحد المدق خطير الدجاج لف تواجن لف كل شي وغادي نضيف واحد العلبة ديال الزبادي او لضانون طبيعي بدون اي نكهة ديال الوزن دياله مئة وعشرة جرام تقريبا واحد ربعات المعالق ديال دانون السوس وغادي نضيف شوية الملحالي كتبقى على حسب الدوق ديالكم تقريبا واحد جوج المعالق ديال زيت الزيتون او لزيت المائدة وغادي نضيفه عاصر ديال نص حامضة تقريبا واحد ثلاثة المعالقة ديال العاصر الحامض حتى هو كي خليلينا الدجاج كي يجي فتي وكي يجي رائع بزاف خصوصا في هاد الوصفة انا هنرا غادي نزيد منزل شوية ديال التوابل ديال الكاري كديروهم على حسب الرغبة ديالكم صافي من بعد ما كنضيف التوابل كاملة غادي نشرم الدجاج مزيان هكنا كيعجبني نخلط بيد ديال حتى كيتشرم المزيان وغادي نغطي عليه بواحد البلاستيك او لها كيف واحد السوبيرا وغادي ندخلو لتلاجات قريبا واحد نص ساعة حتى كيتشرم مزيان باش كي يجينا بنين و باش مبقى كيعطينا مدق زوين ده با غادي ندوز نعمرو هكي في القطبان اولا فاد العواد هدو ديال شوية لدي جار قطهم فلمات قريبا واحد عشرة ديال دقايق باش هكما كيتتحرقوش ليكم لان هاد القطبان هادو غادي نشويهم غيف المقلاء يعني ما غادي نديرو لا الات البانيني لا كي يجيو رائعين كتلكم را كي يجيو كيدوبوا في الفم وينفعوكم هكا تفل لانش بوكس ديال الدراري مهم هاد الخلطة ديال الدجاج تقدروا تديرو بها بزاف كالحواج كي يجي الدجاج بالبنة ديال الكاري رائع بزاف صافي غادي نبدا نعمر هكا يجيو كيوت هكا تفل شوفة ديالهم وينما ندرت ليهم غذيوه في الدار بحال لي غادي ناكلوها في الزنقه واحسن لانه بطبيعة الحاجة اللي كتصاوب في الدار لمجال مقارنة كتصاوب كل شي طري وكل شي مصاوب علي يديكم وهاكا كتفرحوا الوليدات كيف قلت لكم في الويكاند ولا اكيد الوصافات غايعجبوهم ان شاء الله صافي غا نعمر هاد القطيبات وهنخال ليهم عوتان يشربوا وحتان وجد الوصافات انا حييتها ليه دجاج هو الووو اي حاجة درتها كنحيدها باش ندوز الحاجة اخرى صافي من بعد ما كان عمرهم كان اخد شوية ديال 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 الشرمولة وكان حاولها كيك ندهن بها القطبان باش هكا يكي يزيدوا كيتشربوا وحتمني نديرهم هكا في المقيرة كيتشربوا من ذاك اليوغورت صافي غا نخليهم حتى نبغي ان شاء الله نحمرهم في المقلرة ونشاركهم معاكم ه سورة ترويكي وراءة من مين أن نقوم بسطوبه احسن من المئونيز مئة مرة انا لم أقوم باقي شستعي ديال مايونيز ونجرها غير هي بسم الله على براكة الله اول مرحلة نديرها في الصاصر الصاصر الكلمة واللي هو الخليط ديال الماء ان شاء الله انا اخدو واحد الكسرونة تباريه لها كاس ونصدر العنباء ديال الماء اللي يكون بارد من الروبيني كاس ونصدر العنباء ديال الماء المعالقة الكبيرة المعالقة تكون متوسطة الميزينة 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 نخليط الميزينة الميزينة التحليط الميزينة ميزينة الميزينة مصباح مبقبق الميزينة نتغاني التغلق الميزينة نضيف الحالة نضيف المضيف نضيف المضيف نضيف الحالة بياض بيضة كاملة كاس عنبة زيت المائدة كاس عنبة 160 مليلتر كاملة 3 الفصلة لمن المضح كاملة ثلاثة وكاملة اضيف كاليا , واضيف بيض بيضة نضيف الملح و شوية ابزر اضيف كطعه فرماج ثلاثة المعالق لخل الحامض ربما اضيف الزيت نضيف الزيت كاري من الفق بشوية بشوية حتى كنكمل الكاس الى جاتكم لصوص طقيلة كتزيدوا 1-4 كاس ديال الحليب او لكتزيدوا الحليب على حسب الخطورية ديال لصوص كيفاش بغيتوها تكون واش تكون جارية ولا تكون خفيفة انا هنا يبنت لي الصوص شوية طقيلة تكشي على الزيت 1-4 كاس ديال الحليب صافي غنخلط وكيجي هذا هو الشكل ديالها يعني كتجي رائع المضاق من عاود شليكم وكتحتفضوا بها حتى سيما نفت اللاجة انا ما كيوقع لها والو يعني كتبقى عندي مزيانة صافي غنخليها جانبا وندوزو دابا نحضروا الفلافل اللي كيجي ورائعين زفو اكيدا غادي عجبوكم باسم الله بالنسبة المقادر ديال الفلافل عندي هنا نسكيلو ديال الحمص لما نقوع ليلة كاملة في الماء ما يكونش مسلوق وما يكونش عندنا في المجمد ديجا ضروري ما نكونو ناقعينو ليلة كاملة في الماء باش هكا كيكون جديد وكيعطينا حتى الماء دا قزوين والزيت ما كيشربهاش نسكيلو ديال الحمص كتبقى الكمية على حسب الرغبة ديالكم ممكن تنقصوا ما شاء الله هاد الكمية تتخرج الخير والبركة لان احنا عزازين علينا بزاف اه كنغسلوهم زيان ومن بعد ما كيبات ليلة كاملة كننشفوه يعني كندروف واحد الشبكة حتى كيتسقطر وغادي نحتاجو معاه واحد النص ديال البصله من الافضل ليلة كانت بيضا نص بصيله مع واحد الحبه ديال بورو انا عندي هذا البورو صغير ذاك شعلي شدر ثلاثة ديال الحبه ديال بورو اه كيبقى اختياري لما عندكم ش مديرو شكتافي وغير بالبصله يكفي انا الصراحة كيعجبني الماداق ديال البورو في الفلافل كيعطي واحد النكهة هائلة بزاف وكيف كتليكم را ماشي ضروري وعندي هنا واحد ربيطة صغيرة خاليت ما بيلقز بورو المعدنوس اللي غسلته مزيان وعندي واحد هكي شوية ديال النعناع تقريبا واحد ربعة ديال الوريقات ولا خمسة الوريقات ديال النعناع لحته هو غسلته وحتى هو كيعطي واحد المدق رائع في الفلافل وغادي نحتاجوا واحد لتفصوص ديال التومة وطبيعة الحال التومة را كتبقى علي حسب الرغبة ديالكم ممكن تدرو غيفس او لجوش الفصوص ديال التومة انا هادو عندي رامة بوسطين مشي كبر بزاف وبانسبة التوابل غادي نحتاجوا مع القصغيرة كتبقون عام رادي القز بوريا بسم طحون مع القصغيرة ومع القصغيرة ديال الكامون نضيف ملحة 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 نضيف الخليطة نضيف المكونات نضيف المكونات و نضيف المكونات كاملة احتاجي تغير ربع كاس ديال لما صافي كان بقى نطحن وكان بقى نهبط هدوك الجوانب باش هكذا كالحمص مفرتت باش كي يجيب هالطريقة هذي كي يجيب هالطريقة هذي كي تلاحظوا معايا صافي وكن سبوها كي في واحد الاناء وغادي نستمر بنفس الطريقة هيا كيف كتليكم انا فرقة الخاليط على ربعها بقيت نطحن بشوية بشوية باش نتكيس على لها شبار كيف كتليكم ويلة بلي لكم لخاليطنا شوفك تزيدو غي شوية الماء بحالة معلقة كبيرة انتو ما غنزيد غير شوية رهد الكمية كاملة كيف كتليكم كفاتني غير ربع كاس عنبا يعني ما استعملش نصف كاس قاعة وتقدرو تحتاجو على حسب الحمص لي عندكم صافي غادي نستمر حتى نطحن الكمية كاملة ودائما هبطوها الجوانب باش مكيبقاش لكم كيف كيف تليكم ذاك الحمص مفرفش ونغير سمحولي بزاف انا عارفة اراصفية الهضراء ولكن ضروري هكي منذكر جميع المراحل على قبل الاخوات المبتدئات وحتى كنبغين نشرح من قلبي سمحولي اه صافي كنكمل حتى نطحن المكونات كاملين يعني كيف كتليكم طحمتو على 4 ديال المرات احتوي اللي بحال هكي يعني كيجي بحال شي هجينة وراه الماكيف كتليكم در تغير ربع كاس صافي غادي نضيف داب التوابل اللي سبق لي وذكرت ليكم مع القصغيرة ديال القصبوريابس مع القصغيرة ديال الكامون شوية ديال ابزار والملحة لكي سبق على حسب الضوك صافي وغادي نخلط المكونات مزيان حتى ك نساجموا مع بعضياتهم ونسيت مذكرت ليكم واحد المعلقة كبيرة ديال الخل اللي كتساعد هاد الفلافيل هادو مكيشربوش الزيت نهائيا ركي يجيوناش فين وخاك نقليوهم في الزيت معلقة كبيرة ديال الخل ديال الحامض او للعادي اللي توفر ليكم وغادي نضيف الخمار ديال الحلوة 7 قرم كنغربلوها بيش ما كيبقوش لنالحو بيبات صافي وغا نعجن مزيان في هذه المرحلة يعني ضروري ما تعجنوها باش كي تخلطوا لكم المكونات مع بعضياتهم مزي وغادي نوري تقريبا وحاجوش ديال الدقيق وانا كنخلط في هاد المكونات وغادي نوريكم الكاس ديال الميا يعني ش هل استعملت منه بنسبة هانتو ما استعملت تقريبا 4 كاس وبقى 4 كاس من نصف كاس اللي وريتكم في الاول صافي غا نخلط مزيان وغادي ندوز مباشرة غادي نشكلو لان مباشرة انا غادي ندوز مطيب باك شي علاش حيية تعليه الدجاج وحيية تعليه التومية باش يبقى لي الحمص هو الاخر باش غير نشكلو ندوز مطيبو كتخليو هدو عشرة دقايق متفوتو هاش إلا كنتو مترا نصاوبو في صباح وتخليو هدو لاشية ما تضيفوش هديك الخمارة ديال الحلوة يعني خاليو هاته تبغطي ممكن تخليوه ليلة كاملة غير هو ما تضيفوش الخمارة ديال الحلوة اصافي وغادي ندوز نشكلو هكايا والحاجة اه كنشدو كندير هكايا كويرات اه كنجمعو مبيني ديال كنشكلو على شكل اه اه هكايا على شكل غريصة بحل معقودة ولا انتو ما شوفوا معيك اللقم عاد كنقرص وكتجمع هكايا الجناب هانتو ما كأولا كيتشقق وكتجمعو الجناب ما تخافوش منه وبنسبة لاخاوت هكايا المبتدي اتمنى الاحسن تفرشو هكايا واحد البلاستيك انا مثلا درت قرادة انتو ما يلا درتوا بلا تفرشوا واحد البلاستيك باش مني تبغو تهزوهم تقليوهم اكي جوكم ساهلين يعني ما كيغلبوكم شنمو الفي يعني رع عادي مشي موشكيل هانتو ما كنلقم به هالطريقة وهذا هو الحجم الزويل اللي تيكونوا فيه ممكن انتو تقليوهم كبار صغار اللي بيتو اه صافي يلقم به هالطريقة وكنحط في الكف ديال ايدية وكنقرص وكيجي وكنحاول نسد هدوك الشقيقات هانتو ما وبطبيعة الحل راه في هذا في الشرق عندهم ديكالالاله لي كيخرجوا منهم هاد الفلافيل هادو حنا عنده رغي بدينا قادين غارض مو يمرتي يجيو الماداق هو الاساس كيجيو رائعين بحل ديالمطاعم نيشان كيجيو احسن واقي لحيد زيد فيهم البورو هذا كيجيو واحد الماداق عجيب سوف نستمر بنفس الطريقة يعني حتى كنكمل الكمية كاملة اللي عنديها انتو مباقي الخير ما شاء الله راه هاد الكمية كتخرج كمية كثيرة ممكن انتم تقسموا المقادير إلا بغتوا تجربوهم ولا صافي من بعد ما كنكمل هنا يكندوز مباشرة باش غادي نقليهم خديت بعدها واحد المقيلة درت فيها واحد مع القصغيرة ديال الزبدة مع شوية ديال زيت المائدة وغادي نخلي هديك الزبدة حتى الدوب وهنا يديرا واحد الكسرونة اللي ديرا فيها كمية ديال الزيت انا درت كسرونة باش هكي انا ديال الزيت باش غادي نطيف فيها الفلافل وضروري الزيت ما تكونش تسخونة باش فيها ما تكونش طايبة حيث إلا كان طايبة باش في خطوهم غايت تحمروا ما غايت طايبوش على خطرهم وثاني حاجة النار خاصها ما تكونش مجهده تكون غير متوسطة يعني ما تكونش مجهده باش فيها الصوفي وكان بدأ نحط الفلافل هنتم اكيف كان نحط راها كيت نفخو بدأ نقلبوهم ونخليوهم يطيبو على خطرهم حيث منك يطيبو على خطرهم كي يجيو بلان بزاف ما شي بحال إلا ضغيية تخطفوها كي يبا بالعافية يعني كي يجو بحالة مع الجنيل ما الضغل ما كي يجوش طايبين فادك شعراش طايبهم على خطرهم ويلي بنت لكم أنا الزيت سخنات بزاف كتنقصو حتى الاخير حتى الاخر وجهوهم يطيبوا على خطرهم نضع الطيبة الناس لنضيف الطيبة و نضيفه و نضيفه الطيب و نضيفه و نضيفه طيبة و نضيفه يتنفخوا و يبانوا لكم و يتحمروا و تقلبوهم و يجعلهم يطيبوا على خطرهم و اعطيوهم الوقت في الطياب حيث الطياب يجعلهم مهم القلية الأولى لا يجعلهم بشكل جيد لأننا درنا البصلة البيضاء هذه الحمراء هي اللي يجعلهم بحلقة تحرق البصلة يجعلهم بشكل جيد سوف ندير هذه القلية الثانية هنا يراك تلاحظوا أنني انقصت البوطة تحت الآخر أجد بخطبات و يجعلهم الشكل سوف نضع المتحدث يقوم بشكل جيد ثلاثة أكثر سوف ننحق به يتوحه ظاق بشكل جيد سوف ننحق به اشتركوا في اللونش بوكس اشتركوا في المجمد ووقت ما بغيتوك اخذوهم وتصوطيهم كيف ما ذرت لهم انا في المقلة اراها كي يجيوا رائعين بساف وكذلك السوس ديال التومية اللي تشاركت معكم انا كتبقى عن ديال بنات حتى الخمسيام وهذا الشي لا بقات لانك نستعملوها بزاف دهين ديال الصندويتشات كتبقى يا سلام كيف قلت لكم حسن من المايوناز والخطورية ديال هكا سبقى على حساب على حساب يعني انتو موشنو كتفضلوا ممكن تزيدوا التجاري وها بالحليب الى بغيتوه وهدو هم الفلافيل كي يجيوا رائعين بزاف طايبين علاقنتهم و الى بغيتو تحسوا بالمداق ديال الفلافيل ديال بالصح فضروري ترافقوه مع التومية كي يجي واحد المزيج واحد المداق ولا تقدرو تدرو بهم صندويتشات بحال مثلا انا شاطولية في العشا درت بهم صندويتشات هذا الخبز، طاكوس جوا رائعين غير مع البصله و شوية ماطيشة والكورنشو و هذا اسوص يجيوا كفز مازجة الرجل انتقام بده و سوف تنزيم فتين رفقتهم مع الشلاطات خص و ماطيشة و خيار وشوية ديال الفريت وبطبيعة الحال وحد الكس ديال المناضة بارد وكنتمنى ان شاء الله هاد الاغذية وتعجبكم وتجربوها لوليداتكم هاكيا في الويكاند وطردو عليا شوفوا الدجاج كيف يجي دايب كيدو في الفم نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم خليتليكم الفراحة وسلام عليكم ورحمة الله